وصل معالي الشيخ خالد بن أحبد بن محمد الخليفة وزير الخارجية إلى مدينة صلالة بسلطنة عمان الشقيقة وكان في مقدمة مستقبليه معالي السيد يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة وسيرأس معالي وزير الخارجية وفد مملكة البحرين في اجتماعات الإجنة البحرينية العمانية المشتركة لدورتها السادسة والتي ستعقد بمدينة صلالة يوم غد ثلاثاء ويعكس انعقاد اللجنة المشتركة العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة وحرصهما على تعزيز مختلف أوجه التعاون المشترك في جميع المجالات ويشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة عدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية في البلدين الشقيقين حيث يتم مناقشة مسار تطور العلاقات الأخوية وسبل توطيل التعاون الثنائي واستعراض ما تم إنجازه منذ الدورة الخامسة منها